لجأ سكان مدينة حجر حديدة بمقاطعة أسونغا إلى البحث عن سبل أخرى لتوفير المياه الصالحة للشرب بعد تعطل الصهريج الذي يمد المدينة بالمياه مزيد من التفاصيل في تقرير عبد الرحمن آدم رحمة الماء الذي يعتبر شريان الهياء أصبع الهوصول عليه بشكل المطلوب الشغل الشغل لسكان مركز إداري هجر حديد بمقاطعة أسونغا بعد أن تعطله مصدر المياه الذي بني منذ العام 2011 والذي يعتمد عليه بشكل كلي حيث وضطر سكان المدينة باللجوء في البحث عن المياه بصورة بدائية أملا في توفير المياه الصالحة للشرب عندنا نعصف شديد على كده نجي المهمنات زي السعادونة أعمل البوابير نجر نودي نوزي في ضعفة نقبلها مساكت في ناس شوية عندهم قدموا شيئا شيئا جرقانا جرقانتان يشتروا وزول المستطيع بدور برميل كله يأخذ برميل كامل وأمام هذه الهالة فقد أشاد رئيس مركز إداري هجر حديد بجهود الهكومة أولا ووصف المعاناة التي يعيشها سكان هجر حديد جراء الحصور للمياه الصالحة للشرب الحكومة ما قسرت رئيس الجمهورية جاب لنا الشاتو بنا الشاتو بمترينها كلها الشاتو بيقى الأطلال كما تشوفوا الناس الشاب ينكتوا هذا بيار هم نكتوا هم بنا نكتوا دسوا فوق برميل بعد ذلك كمان يجب دو من دا بموتر نمضى ويساول الناس وما بقي أن نشير إلى أن مدينة هجر حديد يسكنها أكثر من أربعين ألف نسمة بالإضافة للاجئين وبالتالي هم في أمس الحاجة من أجل أن توفر لهم مثل هذه الخدمات الأساسية والضرورية في نفس الوقت